بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد فإني أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيئ لهذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي هذه الدورة العلمية التي تشرف عليها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام وهي الدورة رابعة من سلسلة الدورات العلمية المتخصصة لعام تسعة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدورة تتعلق بعلوم القرآن وتقام في المسجد الحرام هذه الدورة العلمية وهذا الجزء منها أيها الإخوة يتعلق بكتابٍ من كتب علوم القرآن القديمة وهو كتاب الرعاية لتزويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة هذا الكتاب لأحد أعلام علم القرآن الكريم وهو الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني قبل أن ندخل إلى هذا الكتاب الذي يتعلق بعلم تزويد القرآن وتحقيق لفظه يحسن أن نقدم بثلاث مقدمات في ثلاثة أسئلة أما السؤال الأول فلماذا الإمام مكي بن أبي طالب بالذات لماذا هذا الإمام السؤال الثاني لماذا كتابه الرعاية لماذا هذا الكتاب الذي يسمى بالرعاية في تحقيق لفظ أو لتزويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لماذا هذا الكتاب بالذات وبماذا تميزت مؤلفات هذا الإمام الكبير الإمام مكي بن أبي طالب القيسي أيها الإخوة لعلي من خلال هذا اللقاء الأول أعرض لجوابي هذه الأسئلة الثلاثة باختصار لندخل بعد ذلك إلى المقدمة التي قدم بها الإمام مكي بن أبي طالب كتابه هذا ثم ندخل بعد ذلك إلى الفصول التي فصلها وبوابها وبينها في هذا الكتاب سؤالنا الأول لماذا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي هذا الإمام أيها الإخوة اسمه مكي بن أبي طالب وأبو طالب هذا قيل إن اسمه محمد مكي بن أبي طالب ابن حموش وهذه اللفظة لفظة مغربية وقيل أيضاً إن حموش مسمى تطلقه أو يطلقه المغاربة تحبباً إلى اسم محمد ولهذا قال بعض الباحثين إن الصحيحة في نسبة اسمه أن يقال مكي بن محمد ابن محمد ابن مختار القيسي 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 نسبة إلى قبيلة معروفة في من قبائل العرب وبعضهم يطلق عليه أيضاً النسبة إلى القيروان فيقال القيرواني وهي نسبة أيضاً إلى مدينة القيروان المعروفة وبعضهم يطلق عليه أيضاً نسبة الأندلسي وهي نسبة إلى بلاد الأندلس أيضاً وبعضهم يطلق عليه النسبة إلى قرطبة فيقال القرطبي فهو قد جمع هذه النسبة كلها بالنسبة للمدن القيروان وقرطبة وقرطبة عاش فيها مكي بن أبي طالب رحمه الله وكان من أظهر من أظهر ما يتعلق بترجمته رحلته رحلته في طلب العلم وقد مكث في طلب العلم يرحل مدة خمسٍ وعشرين سنة وهذه مدةٌ طويلة لا شك أنها مدةٌ طويلة ولد الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في عام ثلاثمائة وخمسةٍ وخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان له من الرحلة في طلب العلم نصيبٌ وافر حيث بدأ الرحلة في طلب العلم من عام سبعةٍ وستين وثلاثمائة يعني كان عمره نحو الثلاثة عشر عاماً وهذا أيها الإخوة يبين لنا مقدار الجهد الذي كان الأسلاف رحمهم الله يبذلونه في طلب العلم واليوم نحن نرى العلم متوفراً بكثيرٍ من الوسائل ومع ذلك ربما يقلُّ طالبوه وهذا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي يسافر من القيروان إلى مصر ليقرأ ويدرس على علمائها وفقهائها وقرائها في ذلك العمر ويمكثُ بمصر سنين ثم يعودُ إلى القيروان مرةً أخرى ويمكثُ بها سنين ثم يعودُ إلى مصر ثم يعودُ إلى القيروان ثم يعودُ إلى مصر ثم يذهبُ إلى الحجاز ويأتي إلى مكة ويمكثُ أربع سنواتٍ بمكة يحجُّ فيها ثم يعودُ بعد ذلك إلى القيروان ثم يعود فينتقل إلى قرطبة إلى بلاد الأندلس وتستمر رحلته تلك نحو الخمس والعشرين سنة وهو يتنقل طالباً للعلم وهذا أيها الإخوة يذكي عند طلاب العلم الهمة العالية للطلب وأخذ العلم الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله مكث في مصر تقريباً يعني مدة مكثه في مصر نحو العشر سنوات بعد أن سافر للطلب ومدة مكثه في القيروان بعد أن سافر للطلب نحو إحدى عشرة سنة وقضى في الحجاز كما قلنا أربع سنوات وتوفي رحمه الله في عام سبعة وثلاثين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمره نحو الثنتين أو نحو الثنين والثمانين عاماً وعمر كهذا ينبغي أن يكون حافلاً بلقاء كثير من المشايخ وحافلاً بتعليم كثير من التلامذة ولذلك كثر شيوخه وكثر تلامذته تميز الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في مؤلفاته عموماً يعني نحن نقول لماذا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله لأنه إمام متفنن خصوصاً في علوم القرآن يقول عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله يصفه بأنه إمام علامة محقق عارف ثم يقول أستاذ القراء والمجودين أستاذ القراء والمجودين وقد اشتهر الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله بحسن تأليفه وحسن تفصيله فنجيب عن السؤال الثاني لماذا مؤلفات الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله بماذا تميزت تلك المؤلفات تميز الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في مصنفاته ومؤلفاته التي أربت على المئة مؤلف يعني له من المؤلفات نحو المئة مؤلف وفتح الله عليه في التأليف ونشط في هذا التأليف نشاطاً عجيباً وكان من ضمن ما تميز به في تأليفه تلك الدقة والتركيز وهذا واضح من خلال كتبه الكثيرة وتجد كتبه تختلف بين كتب صغيرة وكتب متوسطة وكتب واسعة طويلة وتميز في تأليفه أيضاً بالاستقصاء فهو أحد الأئمة المستقصين في تأليفهم عندما يؤلف يستقصي يستقرئ وسنرى هذا لعلنا من خلال كتابه الرعاية الذي هو في علم التجويد أيضاً تتميز مؤلفاته بالمناقشة فبعض مؤلفاته أسئلة وأجوبة ويتميز في طرحه لتلك الأسئلة بالتركيز في السؤال والتركيز أيضاً في الإجابة ويتميز أيضاً أو تتميز مؤلفاته بالبيان والوضوح وتتميز أيضاً بكثرة التعليل كثرة التعليل بمعنى أنه لا يكاد يذكر شيئاً إلا ويعلله لا يكاد يذكر شيئاً إلا ويذكر سببه وهذا الذي أتاح له أن يؤلف مؤلفات كثيرة وأتاح الاستفادة من مؤلفاته كثيراً لتلامذته ولمن جاء بعدهم أيضاً لا يترك المسألة دون حكم ونتيجة فكان أيضاً متميزاً في مؤلفاته بذكر الحكم أخيراً والنتيجة لا يترك المسألة عامة لا رأي له فيها بل يختمها بذكر ما يرى هو من رأي صواب وصحيح فيها وتميزت مؤلفاته أيضاً بالتبويب والتفصيل كأنه يضع خطة لبحثه أو لمؤلفه قبل أن يؤلفه وهذا ظاهر أيها الإخوة في بعض كتبه التي ألفها ومكث فيها يعني كتاب له كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلى لها هذا الكتاب مكث فيه أربع عشرة سنة أربع عشرة سنة يؤلفه وهذا يدل على منهجية ثابتة معينة كأن ينتهجها في التأليف كتاب الرعاية الذي نحن بصدده سيأتي معنا أنه بدأه قبل ثلاثين سنة من إتمامه يعني بدأ الكتاب ثم انتظر ثلاثين سنة حتى أتمه فمثل هذا لا شك أنه سيضع عصارة فكره وعصارة ما يتوصل إليه في تلك العلوم التي ألف فيها الآن أجبنا عن سؤالين لماذا الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله ولماذا مؤلفاته بالذات ونجيب الآن عن السؤال الثالث لماذا كتاب الرعاية بالذات هذا الكتاب الذي يعد أحد كتب التجويد علم التجويد وقد يستعجب بعض الناس فيقول كتاب في التجويد مؤلف قبل ألف عام نقول نعم كتاب في التجويد مؤلف قبل ألف عام وهذا يدلنا على أن هذا العلم ليس بعلم جديد وليس بعلم حديث بل هو علم قديم وإن اختلف الباحثون في تحديد مصطلح التجويد من استخدمه أولا حتى صار علما على هذا العلم لكننا نقول وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه سبحان الله من قبل ألف عام يعني الإمام مكي متوفى عام سبعة وثلاثين وأربعمائة ونحن الآن في تسعة وثلاثين وأربعمائة وألف معناه ألف سنة ألف سنة بيننا وبين هذا الكتاب ألف سنة بيننا وبين هذا الكتاب والمعلومات المتعلقة بالتجويد هي هي والمعلومات المتعلقة بمخارج الحروف هي هي والمعلومات المتعلقة بصفات الحروف هي هي وكل ما يتعلق بكيفية قراءة القرآن هو هو فأي كتاب نال مثل هذا مثل تلك العناية أيها الإخوة الله عز وجل حفظ كتابه هذا مصداق قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون فحفظت حتى كيفية قراءته اليوم نسمع عن لغات كثيرة أنها اندثرت اندثرت بمعنى أنها انتهت وأصبح يليها لغات أخرى نعم أصولها تلك اللغات ولكن ليس لا يوجد من تلك اللغات القديمة إلا ليسير في اللغات الحديثة بينما هذه اللغة التي نزل بها القرآن حفظها القرآن اللغة العربية من أسباب حفظها نزول القرآن بها قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولهذا عندما نرى كثرة الدراسات في علم القراءة والقراءات وعلوم القرآن وفي اللغة العربية وكثرة الدراسات التي تناولت القرآن الكريم حتى أصبح من علوم القرآن حتى أصبح مصطلح علوم القرآن يطلق على علوم كثيرة كلها متعلقة بكتاب الله عز وجل هذا أيها الإخوة يدلنا على حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه ولهذا نقول هذا الكتاب كتاب الرعاية في تجويد القراءة باختصار يعني مسمى هذا الكتاب يتحدث عن علم التجويد يتحدث عن مخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بها هذا الكتاب يعتبر سبقاً في التأليف وقد نبه هو الإمام مكي رحمه الله على أنه ألف هذا الكتاب ولم يجد كتاباً من قبله على منواله لم يجد كتاباً من قبله على منواله بمعنى التفصيلات التي ذكرها رحمه الله لم يسبق إليها فهو إذن يعتبر تجديداً في التأليف في هذا العلم ولو نظرنا يعني من الأسباب التي تدعونا إلى أن نناقش هذا الكتاب وأن نعتني بهذا الكتاب الرعاية أنه مما قيل فيه إنه من أوائل المؤلفات في التجويد ومعلوم أن أول مؤلف في التجويد هي منظومة نظمها أبو موسى الخاقاني أبو مزاحم موسى الخاقاني الخاقاني ألف قصيدة في التجويد عدت أول ما ألف في التجويد وبعده كانت هناك ثلاثة من الكتب لا يدرى أيها يعتبر الأقدم هل الإمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد في الإتقان والتحقيق هل هذا الكتاب هو أول مؤلف بعد تلك المنظومة أو كتاب الرعاية هذا الذي هو لمكي بنبي طالب هو أول مؤلف أو كتاب لرجل يسمى السعيدي متوفى أربعمائة وعشرة تقريبا هل هذه الثلاثة الكتب ما هو أول مؤلف منها بمعنى أن المؤلف الذي يحمل الرقم اثنين في مؤلفات التجويد اختلفوا في تحديده بين هذه الثلاثة الكتب وهذا يجعلنا أيها الإخوة نهتم بهذا الكتاب لأنه يمثل يمثل بداية التأليف أو بدايات التأليف في علم التجويد أيضا هذا الكتاب يتميز بكثرة الأمثلة فيه ويتميز أيضا بكثرة التعليل ويتميز أيضا بالاستقراء ويتميز أيضا بالترجيح إلى غير ذلك من المميزات التي تميز هذا الكتاب كتاب الرعاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله ويتميز أخيرا حتى ندخل إلى موضوعنا بالمقدمات التي قدمها بالمقدمات التي قدمها في فضائل القرآن وما ينبغي لحامله وتاليه وهذا أيها الإخوة أيضا يعطينا منهجية منهجية موجودة عندهم من قبل في التأليف في القراءة وعلم التجويد ما هي هذه المنهجية؟ أنهم لا يهتمون بتحقيق الألفاظ فقط بل يذكرون قبل هذا ما يصحح النيات ما يصحح النيات ويوجه الأخلاق ويجعل نيتك التي تريد أن تدخل بها إلى علم القراءة نية حسنة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى إذ أن هذا الكتاب يعني كتاب الله عز وجل لا يقرأ فقط لتحقيق لفظ تلاوته وإنما هو عبودية لله سبحانه وتعالى فتحتاج إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى الآن أيها الإخوة ندخل إلى موضوع كتابنا هذا كتاب الرعاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله وسنحاول قدر الإمكان أن نلخص ما ذكره وأن يكون حديثنا أو تعليقاتنا مقتضبة قدر الإمكان لأن الكتاب طويل ولا أدري هل سيكفينا الوقت لإتمامه أو أننا ربما سنصل فيه إلى مكان محدد معين نسأل الله عز وجل أن يسر الأمر قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في بداية كتابه هذا بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة ولكن أحيانا قد يعني يحسن أن ننبه على بعض المنهجيات القديمة في التأليف والتي هي جديرة بأن نقف عندها ونتأمل فبدؤهم دائما ببسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هذه منهجية في جميع الكتب استهلال بعضهم بعد البسملة بقوله وبه ثقة وبه عوني وبه اتكالي وهكذا منهجية أيضا اتبعها بعض المؤلفين ثم يذكر اسمه وبعد ذلك يذكر لفظ القول ثم يبدأ كتابه بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما فعله الإمام مكي رحمه الله حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة قال أبو محمد مكي بن أبي طالب ابن محمد ابن مختار القيسي المقري رحمه الله تعالى هذه اللفظة أحيانا تكون من لفظ المؤلف أو من كتابة المؤلف وأحيانا تكون من كتابة من أملى عليه أو من استحوذ على المخطوط أو من قرأ عليه وهكذا فلا يلزم دائما أن تكون من المؤلف لأنه ربما يقول قائل إذا كان الإمام مكي قد ذكر اسمه في أول الكتاب فلماذا الخلاف إذن في اسمه واضح الخلاف في اسمه لأنه في الغالب في الغالب أن هذه الإضافات تضاف من قبل الكتاب النساخ وليس من قبل المؤلف قال أقول الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي لم يزل بصفاته وأسمائه الذي أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام وضرب فيه الأمثال وشرح فيه الفرائض والأحكام ونص فيه غيب الأخبار وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين غير خفي على المتفهمين أنزله بلسان العرب المبين ونظمه من الحروف التي في حكمتها عبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين إذ قد استولت مع قلتها على جميع لغات العرب مع اتساعها اعتبارا في الخطب والكلام والأسعار ورتبا تبارك وتعال اسمه لها مخارج تخرج منها عند النطق بها من آخر الصدر الأعلى وما يليه من الحلق والفم إلى أطراف الشفتين وإلى الخياشين لا يخرج حرف من مخرج غير مخرجه إلا بتغير لفظه ولا يتعدى كل حرف عند النطق به عند مخرجه ورتبته التي أنزله الله فيها نلاحظ أيها الإخوة في هذه التقدمة براعة استهلاله وبراعة دخوله على الموضوع وهذا من الدقة التي عنده والاختصار الإمام مكي بنبي طالب رحمه الله بدأ الكتاب بالحمد لله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أوصاف القرآن ودخل من أوصاف القرآن إلى علب التجويد مباشرة مباشرة بعد أن نبه وذكر بعض الصفات قال أنزله بلسان العرب المبين ونظمه من الحروف التي في حكمتها عبرة للمعتبرين فدخل مباشرة إلى موضوع الحروف وهذا من براعة الاستهلال والدخول على الموضوع ونبه على نعمة الله تعالى بهذه المخارج والصفات للحروف هذه الحروف كم عددها؟ كما عدى هو تسعة وعشرون حرفا ولكنها يقول استولت مع قلتها على جميع لغات العرب مع اتساعها وهذا أحد دلائل مال لغة العرب من تميز تسعة وعشرون حرفا فقط على كثرة لغات العرب ولهجاتهم على كثرة لغاتهم ولهجاتهم لا تتعدى هذه التسعة والعشرين حرفا وحتى الحروف التي ستذكر فيما بعد من الحروف الفرعية اتسعت هذه الحروف لتحوي لغات العرب جميعا وبأشعارها وخطبها وكلامها كلها يقول ورتب تبارك وتعالى لهذه الحروف مخارج تخرج عند النطق بها هنا ينبهك الإمام مكي رحمه الله على إجمال ما في كتابه بطريقة يسيرة كأنه يقول لك اعلم أن المخارج تبدأ من آخر الصدر الأعلى إلى الخيشون فحدد لك آلة النطق من هنا إلى هنا فقط واضح وهذا أيضا يعني من تركيزه يعني لا يوجد كأنه يعطيك المعلومة الأولى لا يوجد حرف يخرج من ما قبل أعلى الصدر يعني لا يوجد حرف يخرج من الصدر ولا من البطن ولا من أي مكان أسفل ولا يوجد حرف يخرج أعلى من الخيشون بمعنى لا يمكن أن يقول قائل هذا الحرف يخرج من العين أو يخرج من الأذن أو يخرج من كذا لا يمكن لأن الحروف هذه لها مخارج محددة أيضا وآلة الخروج هذه خروج الحروف هي فقط من أعلى الصدر كما يقال ابتداء أعلى الصدر آخر الصدر الأعلى يقول وما يليه من الحلق والفم إلى أطراف السفتين وإلى الخياشين فقط هذه هي المنطقة وسبحان الله الله عز وجل ميز هذا الإنسان قال الله سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان خروج هذه الأحرف بهذه الصورة بمخارجها وصفاتها مما يميز الإنسان الآن نجد أن الحيوانات لها أصوات لها أصوات ولكن هذه الأصوات محددة محددة تخرج بطريقة معينة وكيفية معينة كل لو جئت مثلا إلى حيوان معين سواء كان في مشرق الأرض أو مغربها فصوته واحد لا يختلف أما الناس فلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف الألسنة آية من آيات الله عز وجل آية من آيات الله لماذا؟ لأننا نرى أن الناس على اتساع لغاتهم وعلى اتساع لهجاتهم وعلى تباين حروفهم على تباين حروفهم يبين كل إنسان عما بداخله بواسطة هذه الحروف يبين عما في داخله بواسطة هذه الحروف فيفهمه غيره عند سماعها تتركب بطريقة معينة فلو قلت قال لاختلف عن قيل لاختلف عن قال لاختلف عن قال كل كلمة وكل حركة تعملها تدلك على معنى آخر فلو قيل لك فلو قيل لك قال فلان كذا هل يمكن أن تضع مكان قال قالا بأن تزيد فقط تزيد هذا الصوت تقول قالا فلان كذا سيقول لك الناس ماذا تقول ماذا تقول مع أنك أضفت حرفا واحدا فقط أحيانا حركة واحدة حركة واحدة تضيفها تقلب الكلام رأسا على عقب واضح ولا لا وهكذا فسبحان الله الذي علم الإنسان البيان يشير الإمام مكي نبي طالب رحمه الله إلى هذه القضية يقول ورتب تبارك وتعالى اسمه لها مخارج تخرج منها عند النطق بها من آخر الصدر الأعلى وما يليه من الحلق والفم إلى أطراف الشفتين وإلى الخياشين لا يخرج حرف من مخرج غير مخرجه إلا بتغير لفظه الآن لو قلت لك أخرج الغين من اللسان هل تستطيع أبدا أخرج النون من الحلق هل تستطيع لا يمكن ولهذا كل حرف له مكان محدد يخرج منه لا يتغير إلى غيره فإذا تغير إلى غيره أصبح لفظه لفظا آخر غير الحرف الذي تريد فلو أن أحدا قيل له أخرج القاف من الحلق فقال غاف لقيل له ليس هذا هو حرف القاف وإنما هذا هو مخرج الغين لأنك نقلت هذا الحرف من اللسان إلى الحلق فتغير هذا الحرف بدل أن تقول قا صار را فتغير كم بين القاف والغين كم بينهما في المسافة شيء يسير جدا لكن هذه هي القاف في أقصى اللسان وتلك في أدنى الحلق فانظر إلى الاختلاف الكبير ولهذا يقول ولا يتعدى كل حرف عند النطق به عن مخرجه ورتبته التي أنزله الله فيها وهذه حكمة الله عز وجل في هذه اللغات العجيبة وجعل جل ذكره منها القوي في مخرجه والضعيف كما جعل في مخلوقاته هذه الحروف أيضا فيها القوي وفيها الضعيف كما أن في المخلوقات القوي هو الضعيف وتجدون أيضا حتى في الحروف سنجد هذا أن القوي يؤثر على الضعيف واضح؟ نعم قال وجعل منها المشبه لغيره من الحروف والبعيد الشبه من غيره كما فعل في مخلوقاته سبحان الله شبه الآن ينبهك على قضايا يعني منطقية وقضايا جميلة فيما يتعلق بالتناسب في هذا الكون فيما خلق الله عز وجل في هذا الكون فهذه الحروف أيضا بعضها يشبه بعضا وبعضها بعيد عن بعض كما أن الناس كذلك يقول فهي وما يعرض فيها من الحركات والسكون كالأجسام وما يعرض فيها من الأعراب لا تنفرد الحركة بنفسها كما لا ينفرد العرض بنفسه فهذا تمثيل لها وفي ذلك كله حكمة منه وقدرة ولطف وتدبير لا إله إلا هو العلي الكبير مقدمة تستنفر جهدك وذهنك للتأمل فيما جعل الله سبحانه وتعالى في الحروف من خصائص وميزات وأشياء تجعلك تزداد معرفة بحكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الحروف ومخارجها وصفاتها قدم الإمام مكي بهذه المقدمة ثم قال وإني لما رأيت هذه الحكمة البديعة والقدرة العظيمة في هذه الحروف التي نظمت ألفاظ كتاب الله جل ذكره ووقفت على تصرفها في مخارجها وترتيبها عند خروج الصوت بها واختلاف صفاتها وكثرة ألقابها ورأيت شرح هذا وبيانه متفرقاً في كتب المتقدمين والمتأخرين غير مشروح للطالبين قوية نية في تأليف هذا الكتاب وجمعه في تفسير الحروف ومخارجها إذن الآن يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب سبب تأليفه لهذا الكتاب ما هو سبب تأليف هذا الكتاب يقول أول سبب من الأسباب هو ما لهذه الحروف من الخصائص التي ذكرها ثم قال رأيت شرح هذا وبيانه متفرقاً في كتب المتقدمين والمتأخرين ومن أنواع التأليف جمع المتفرق جمع المتفرق ومن أنواع التأليف شرح الغامض هذا أيضاً ذكره قال غير مشروح للطالبين فهذه كلها أسباب لتأليف هذا الكتاب يقول قوية نية في تأليف هذا الكتاب وجمعه في ماذا؟ في تفسير الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وبيان قويها وضعيفها إذن هذا هو موضوع كتابه الآن واتصال بعضها ببعض ومناسبة بعضها لبعض ومباينة بعضها لبعض لماذا؟ انظروا إلى التعليل كما ذكرنا أنه لا يكاد يترك التعليل يقول ليكون الوقوف على معرفة ذلك عبرة في لطف قدرة الله الكريم سبحان الله يعني من مقاصر التأليف لهذا الكتاب أن تعتبر بحكمة الله عز وجل واضح؟ نعم ومن هنا نجد أيها الإخوة يعني اختلاف التأليف القديمة عن التأليف الحديثة في التجويد نحن الآن نقرأ كتب التجويد الحديثة فماذا نجد فيها؟ نجد فيها مباشرة الدخول إلى إلى مباحث علم التجويد ما هو هذا العلم ما هي مصطلحاته أحكام كذا أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام الميم الساكنة أحكام حكم الميم والنون المسددتين أحكام المدود كذا وكذا فنقول يعني عندما يقرأ الإنسان بهذه الصورة هذه المصطلحات يقول أين المقدمات التي تتعلق بهذا العلم وتجعل هذا القلب يتعبد الله عز وجل بهذا العلم قد تجدها في بعض الكتب نعم ولكن قد تخلو أيضا منها الكتب الأخرى واضح وللا؟ وهنا الإمام مكي رحمه الله ينص على هذا يقول ليكون الوقوف على معرفة ذلك عبرة في لطف قدرة الله الكريم وعونا هذا السبب الثاني عونا لأهل تلاوة القرآن على تزويد ألفاظه وإحكام النطق به وإعطاء كل حرف حقه من صفته وإخراجه أو يقول وإخراجه من مخرجه باقيا ذلك على مروع الأزمان وتعاقب الأعصار ينتفع به المقرئ والقارئ والمبتدي والمنتهي ويتذكر به أهل الفهم والدراية ويتنبه به أهل الغفلة والجهالة إذن هذا هو سبب تأليفه لهذا الكتاب وهذه فوائد الكتاب وهذه مباحث الكتاب وموضوعات الكتاب وهذا ما قصده مؤلفه من تأليفه جمعه لك في هذه المقدمة نحن الآن أيها الأخوة في الدراسات الجامعية الدراسات الجامعية يقولون لا بد من خطة تضعها ولا بد من فصول تبينها ولا بد من بيان سبب الموضوع ولا بد من بيان مشكلة البحث مشكلة الدراسة ولا بد من بيان منهجية الباحث هل تدرون أن هذا كله سبقنا إليه في الأقدمين وهذا أحد الأمثلة هذا قبل ألف عام هذا الكتاب وهو كتاب صغير ما هو عبارة عن رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير وإنما هو عبارة عن كتاب ولكنه جمع كل ما يتعلق بشروط التأليف التي هي اليوم يعتبرونها منهجية علمية فانظر كيف قدم وسيبين أيضا الآن منهجه سيبين ما الذي سبقه من دراسات هل سبق أو لم يسبق سيبين ما موضوع هذا الكتاب ما عنوان هذا الكتاب ما منهجه فيه كل هذا مبين مفصل مبوّب فسبحان الله الذي أعطاهم ولكن نحن أحيانا نجهل هذه الأمور فنظن أن هذه الأشياء حديثة وأنها من ضمن العلم الحديث وهي في الحقيقة قديمة قدم هؤلاء المؤلفين الذين ألفوا يقول فأذكر الحروفة إذن انتبه الآن كيف سيذكر ما هي منهجية كتابه في الذكر يعني الآن يذكر لك أشبه بالفهرس يعني عندما نقول فهرس الكتاب فأذكر الحروف واحدا بعد واحد على رتبة المخارج إذن هذا الكتاب مرتب في ذكر الحروف على الترتيب الألف بائي أو على الترتيب الهجائي أو على الترتيب الأبجدي أو على الترتيب أبي جاد مثلا على أي ترتيب على ترتيب المخارج هناك ترتيبان معروفان ترتيب ألف باء اللي هو الألف بائي يسمى الترتيب الألف بائي أو الهجائي له ألف با تاثا إلى آخره وهناك الترتيب الأبجدي أبجد هوز حطي كلم واضح لا لا هذا ترتيب آخر للحروف أما هنا فترتيب آخر ثالث ليس هو ترتيب أبجد هوز ولا هو ترتيب ألف با تاثا إنما هو ترتيب المخارج يعني سيبدأ بما ذكر الحلق مثلا ثم الفم ثم الشفتين ثم الغيشوم وهكذا فهو ترتيب جديد ترتيب مخارج وهذا الترتيب استخدمته أيضا بعض كتب يعني بعض كتب بعض الموسوعات اللغوية مثل كتاب العين أشهر ما يعني فيه لماذا سمي بكتاب العين لماذا سمي بكتاب العين لأنه بدأ بالعين لأنه بدأ بالعين وهو من أشهر الكتب ومما رجع إليه الإمام مكي وسنرى هذا أيضا يقول على رتبة المخارج مع جملة من صفته إذن يذكر الترتيب هو ترتيب المخارج مع جملة يذكر مخد الحرف مع جملة من صفته ثم نذكر مع كل حرف ألفاظا من كتاب الله تعالى جل ذكره تنبه على تزويد لفظ ذلك الحرف فيها وفي مثلها مما وقع ذلك الحرف فيها مقارنا لغيره ويجب أن يتحفظ ببيانه لألا يدخله خلل أو نقص أو زيادة لعلل تحدث فيه نذكر تلك العلل مع كل فصل منه إذن الآن هذه منهجية في ذكر في ذكر تفاصيل هذا الكتاب يذكر المخرج ثم يذكر جملة الصفات التي تتعلق بذلك الحرف يعني مخرج الحرف مع صفاته ثم يذكر الفاظا من كتاب الله تتعلق بهذا المخرج وبذلك الحرف سواء كانت مفردة أو مركبة ومما يحسن ويذكر ما يحسن التنبيه عليه من الألفاغ وهذا ما ميز كتابه أيضا كثرة الأمثلة التي يذكرها فيذكر لك مثلا لو قال الحاء مثلا يذكر مخرجها ثم صفاتها ثم يقول وانتبه أن تتحفظ عند نطقك للحاء إذا جاورت حاء أخرى مثلا وانتبه أن لا تختلط بغيرها إذا كانت قريبة من ألهاء مثلا أو قريبة من حرف آخر أو هكذا فينبه على هذا تنبيهات يقول لعلل لذا يقول لعلل تحدث فيه نذكر تلك العلل مع كل فصل منها ولست أذكر إذن الآن المحترزات هذه منهزية وهذه محترزات ولست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لاختلاف فيه بين أكثر القراء وهذا ضابط أيضا مهم بعض الناس قد يقول ما الفرق بين علم القراءات وعلم التجويد أليس علم التجويد أليس علم التجويد داخلا في علم القراءات هذا يجيب عن جزء من عن جزء من هذه القضية يقول لست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لاختلاف فيه بين أكثر القراء وهذه الكلمة سترد عنده في الكتاب عدة مرات ينبه عليها يقول إنما أذكر في هذا الكتاب المتفق عليه انتبه ليس معنى المتفق عليه أن كل المسائل التي ذكرت متفق عليها لا وإنما يقصد المتفق عليه بين القراء بمعنى لا خلاف بين القراء فيه هذا الكتاب ليس كتاب اختلاف القراءات وإنما هو كتاب كيفية النطق بالكلمات فلهذا لن يقول قائل لماذا لم يذكر قراءة مالك وملك في هذا الكتاب لماذا لأنه لا يعنى هنا بخلاف القراءات ولكنه يعنى بكيف ننطق هذه الميم إذا جاورت لاما كيف ننطق هذه الميم إذا كان بعدها ألف واضح إذن هذا الفرق بين القراءات والتزويد يقول فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتزويده وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف في هذا الكتاب ويكون على تحفظ مما ننصه له فيسلم حينئذ من التقصير في لفظه ويأمن من التحريف في قراءته ويجري في قراءته على أصل صحيح ولفظ فصيح فيكون الغالب على قراءته السلامة من الخلل والبعد من الزلل وهذا نقول لله دره هذا الإمام لو أننا في هذا العصر سنحذف كلمة الغالب على قراءته لماذا؟ لأننا نظن أن التزويد هو أن تقيم الحرف ولا يمكن أن تكون هناك أي يعني لا يمكن أن تكون هناك أي خلل وهذا في الحقيقة ليس كذلك انظروا كيف الأمر عندهم عند المتقدمين هذه كلمة كما يقال تكتب بماء الذهب لماذا؟ لأن حالك في قراءة القرآن دائما ينبغي أن يكون هو الزيادة والتقدم الزيادة والتقدم ولن تصل إلى مرحلة تقول فيها إن قراءة الآن مئة بالمئة لا تحتاج إلى أي زيادة لم يدعي هذا أحد من الأئمة ولذلك يقول فيكون الغالب على قراءته السلامة من الخلل والبعد من الزلل ولو أنك فصلت هذا تفصيلا دقيقا ستقول قراء القرآن اليوم وعلى المدى البعيد ممن قرأ القرآن قبل ذلك هل ترى أنهم يتفقون على كل شيء فيه دق أو جل بمعنى بمعنى أن القارئ الذي يقرأ من أول القرآن إلى آخره لو عرضت قراءته على لجنة اليوم من القراء الكبار لقالوا لو أنه هنا زاد كذا لكان أولى ولو أنه هنا نقص كذا لكان أولى ولو أنه هنا فعل كذا لكان أولى هؤلاء اللجنة التي تحكم على هذا أيضا لو أن أحدهم قرأ سيقول من حولهم أيضا سيقولون لو أن هذا في هذه الآية وفي هذا المكان فعل كذا ألا كان كذا ولو أنه في هذا إذن فالقضية هي يعني أن تسلم غالب التلاوة وليس المعنى أن يكون مئة بالمئة لأن هذا يندر بل يعني يكاد يكون حتى بعضهم يقول هذا يعني يكاد يكون مستحيلا لماذا لأن تقدير المخارج والصفات بتقديراتها الدقيقة مختلف فيه في بعضه يعني فكيف سيكون أحد مئة بالمئة واضح ولا لا وبعضهم يعتبر أن هذا أيضا من إعجاز القرآن يعني يدخل هذا في إعجاز القرآن أنه لا يقرأه أحد من أوله إلى آخره ولا يسلم من أي خلل أو زلل في لسانه وفي صفاته الحروف وفي مخارجها وفي كذا والله أعلم ولكن هذه كلمة الإمام مكي رحمه الله تدلنا على مبدأ عظيم في تلاوة القرآن وقد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فالناس في تلاوة القرآن صنفان إما ماهر وإما متعتع الماهر هل معناه أنه بلغ إلى النهاية في المهارة ولا توجد مهارة أعلى لا معناه أنه تجاوز التتعتع هذا فأصبح في درجة المهارة والمهارة درجات أيضا ولذلك القرآن والمجودون لا يدعي أحد منهم الكمال في تلاوته لا يدعي أحد هذا الكمال لماذا لأنهم يعرفون أن فوق كل قراءة وفوق كل حسن ما هو أحسن وربما هذا القارئ تميز بكذا والثاني تميز بكذا وهكذا يختلف الناس وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم يقول الإمام مك رحمه الله وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب إذن انظروا إلى السبق الذي عند مكي هذا السبق الآن يقول ما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيها ولا إلى ما إلى ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتاب الله تعالى والتنبيه على تزويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته هذا أيها الأخوة يبين لنا سبق الإمام مكي رحمه الله في التأليف يقول ما علمت أن أحدا سبقني هل قال سبقني إلى التأليف في التزويد لا وإنما فصل الأسبقية هنا وهذا من دقته الأسبقية في ماذا أيها الإمام قال ما علمت أن أحدا متقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب بكل ما ذكرت سابقا واضح ولا إلى جمع مثل ما جمعت من صفات الحروف وألقابها ومعانيها إذن جمع الصفات والمعاني والألقاب سبق ولا إلى ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ هتاب الله التنبيه إلى كيفية الألفاظ المتعلقة بهذه الحروف وتزويد لفظها والتحفظ عند التلاوة إذن هذا سبقه في هذا الكتاب الرعاية وأيها الإخوة في الحقيقة الذي يقرأ هذا الكتاب ويقرأ مؤلفات التزويد الحديثة يدرك الفرق الكبير بين علم التزويد سابقا وعلم التزويد لاحقا وسندرك هذا إن شاء الله من خلال المباحث التي ستأتينا يقول ولقد تصور في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاثمائة تتبعوا ثلاثمائة وتسعين احفظوا هذا التاريخ وأخذت نفسي بتعليق ما يخطر ببالي منه في ذلك الوقت مثل ما يقولون الآن في رسالة العلمية التقميش والبحث وجمع المهدها العلمية وكذا وأن يبقى معك البحث طيلة يومك وطيلة شهرك وسنتك وأنت تتأمل فيه واضح؟ انظروا ماذا يقول يقول ثم تركته إذ لم أجد معينا فيه من مؤلف سبقني بمثله قبلي إذن ما سبب تركه لمتابعة التأليف؟ لم يجد مؤلفات أخرى يعتمد عليها من قبل وهذا ما يدلنا على الدراسات السابقة هل هناك دراسات سابقة؟ الدراسات السابقة تعين على التأليف فإذا لم يكن هناك دراسات سابقة سيصعب التأليف واضح؟ نعم ولهذا يقول ثم قوى الله النية وحدد البصيرة وفي بعض النسخ وجدد البصيرة في إتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة سبحان الله كم سنة؟ يعني ثلاثين سنة تتصورون الآن إيش ثلاثين سنة؟ يبدأ بوضع التصور لهذا الكتاب ثم يبدأ يجمع فيه ثم يتركه ثم بعد ثلاثين سنة يعود إليه يعود إليه كيف سيكون عوده إلى هذا التأليف؟ انظر ما جمع في الثلاثين سنة إذن ماذا فعل الإمام مكي في الثلاثين سنة؟ لذلك نحن نقول رحلته في الطلب وأخذه ولقيه للمشايخ والقراء هذا كله أثر فيه لا شك فسيكون هذا الكتاب يعني لو أنه ألفه في ذلك العام لن يكون بمثل تأليفه بعد ثلاثين سنة واضح ولا لا فهنا يعني قد جمع الإمام مكي أشياء مما لم يكن يعلمها أكيد من قبل واضح ولا لا فيقول فسهل الله تعالى أمره ويسر جمعه وأعان على تأليفه وعسى أن يكون ذلك سببا لأجر وسلما لذخر جعله الله لوجهه خالصا هكذا هم في تواليفهم وهكذا هم في استشعارهم لنعمة الله عز وجل عليهم في هذه التأليف لم يقل جهدي وعملي لا بل قال بعون الله بما يسر الله بما سهل الله وهكذا يكون الإنسان في نسبة الأمر دائما إلى الله سبحانه وتعالى طيب سؤال الآن كأن سائلا يسأله ما اسم كتابك أيها الإمام يقول وسميت ما ألفت من ذلك بكتاب الرعاية لتأليفه بتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها اسم الكتاب كما هو عنوان كامل ولهذا لا يختلفون في اسم الكتاب أحيانا بعض المؤلفين ربما يذكر الكتاب باختصار لكنه هنا نبع على التسمية بعينها فقال سميت كذا وكذا وكذا وتجدون أن هذا المسمى طويل يعني العنوان طويل كأنه بحث علمي من البحوث الحديثة التي تفصل المقصود تماما وهو كذلك فعلا أسبح ببحث علمي دقيق ولذلك قال انتبهوا إلى الكتاب يقول الرعاية لتزويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم كيف تحقق هذه يقول بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها هذا هو العنوان الذي ارتضاه لكتابه طيب سؤال آخر كأن سائلا يسأله يقول ما فائدة كتابك أيها الإمام يقول فمن ائتم بكتابي هذا في تزويد ألفاظه وتحقيق تلاوته ممن سلم من اللحن والخطأ وضبط روايته التي يقرأ بها قام له هذا الكتاب على تقادم الأعصار ومرور الأزمان مقام المقرئ الناقل البصير الماهر النحرير أعطاك الفائدة الكبيرة يقول لك هذا الكتاب هو المقرئ لك كأنه جعله مقرئا يعني تريد أن تحسن قراءتك ولا تجد شيخا تحسن ألفاظك وتلاوتك فاقرأ هذا الكتاب لعله يقوم مقام المقرئ واضح؟ فهذه فائدة عالية جدا لأن التنبيه إلى الخطأ يحتاج أن يسمع منك ما هو الخطأ ولذلك اعتنى هو بهذا الأمر كثيرا يقول مثلا لو فتحت أي مكان من الكتاب يقول مثلا في أي حرف من الحروف مثلا ذكر نأخذ بدون نظر يقول باب اللام تخرج من المخرج الخامس من مخارج الفم بعد مخرج الضاد وهي تخرج من حافة اللسان وكذا بعدين يقول وأكثر ما يقع لفظ اللام مرققا غير مغلب وقد تأتي مفخمة وإذا سكنت اللام وأتت بعدها نون وجب التحفظ منها ثم يقول مثلا يمثل أرسلنا جعلنا أسلنا أنزلنا خولناكم يقول والتحفظ بإظهار اللام ساكنة في هذا النوع واجب لألا يصير اللفظ إلى الإدغام أو الإخفاء لقرب المخرجين ولسكون اللام ولأنهما مجهوران رخوان وهكذا ثم ينبه فيقول وإذا وقع بعد اللام بأي حركة كانت كانت اللام مشددة أو مخفضة لام أخرى مفخمة أو حرف إطباق وجبت المحافظة على ترقيق اللام الأولى لألا تفخمة كأنه مقرئ يقرئه ويقول لك كيف تقرأ هذا اللفظ ثم يذكر الألفاظ يقول وذلك نحو قال الله وما جعل الله وإلى الله ومن يتولى الله لعل الله وما أنزل الله تعالى الله فضل الله رسل الله 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 لطيف وهو اللطيف اختلط هذه الألفاظ كلها كأن مقرئا يقول لك كيف تقرأ هذه الألفاظ وهذا في الحقيقة سبق سبق يعني لكن هذا مقرئ قديم وهضح هذا مقرئ قديم ألفه الإمام مكي رحمه الله وقال قام له هذا الكتاب انظر على تقادم الأعصار ومرور الأزمان مقام المقرئ فسبحان الله انظر كتابه هذا بقي إلى اليوم بعد ألف عام وكما كما يذكره على تقادم الأعصار ثم يقول فنبدأ إن شاء الله تعالى بأواب مختصرة في الترغيب في حفظ القرآن وثوابه وفضل أهله وما يجب على أهل القرآن من رعايته والقيام بحقه وصفة المقرئ والقارئ وآدابهما وما يليق ذكره مع ذلك إذن هذه التقدمة الثانية المهمة التي تتعلق بالترغيب في حفظ القرآن وثوابه وفضل أهله وما يجب على قارئ القرآن وأهله ثم يقول ثم نذكر على الحروف والحركات وما استعملت العرب من ذلك واختلاف النحويين في السابق من الحروف والحركات في أشباه لذلك الآن هذا ما هو خطة البحث واضح ولا لا ثم نذكر الحروف وعدتها وأقسام ألقابها وصفاتها ثم نذكر كل حرف ومخرجه وجملة من صفته المتقدمة على مراتب المخارج ثم نذكر مع كل حرف ألفاظا منه في كتاب الله تعالى تحض على التحفظ لتزويد لفظه وإعطائه في القراءة حقه لألا يغفل عنه فيدخله خلل أو زيادة لعلل توجب ذلك فيه تذكر مع ذكر كل حرف ثم يقول ثم نختم الكتاب بمعرفة إحكام اللفظ بالحروف المشددات وتفاضلها في التشديد والوقف على المشدد وغير ذلك مما تكمل به فائدة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وغير ذلك هذه تضع تحتها خط ما معنى وغير ذلك ما فائدة الخط أو تضع فوقها خطا على القديم لماذا؟ لأنك تجد في هذا الكتاب إضافات وهذا كما يقال والخطة قابلة للتعديل في اللوساط العلمية اليوم يقول الخطة قابلة للتعديل لأنه فعلا قد يعني يرد عليه سيفا يحتاز أن يضيفه وفعلا ورد عليه أسياء فأضافها هو في النهاية مصداقا لهذه الكلمة لأنه قال وغير ذلك مما تكمل به فائدة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والله المستعان على ذلك كله وبه أعتصم من الزلل والخطل في القول والعمل لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرس العظيم نقف إذن عند هذه الساعة لتكون الأسئلة ثم بإذن الله تعالى غدا نبدأ يعني في ذكر الباب الذي هو في جملة من فضل القرآن وتنريب فيه ونحاول أن ننهي إن شاء الله هذا الباب وندخل إلى أغضوع الكتاب الأصلي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر